السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع بنفسي من مدة طويلة أنا أتكلم عن مونديال قطر اللي يعني يعتبر أكبر حدث عالمي للعرب ويعني هذا الحدث تعرض إلى حملة كبيرة من قبل الغرب يعني أمور عديدة منها يعني حجتهم أنه العمال الآسيوين بقطر ووضع المثليين والقوانين بدولة قطر طبعا اليوم هناك خبرين الخبر الأول هو أنه هاري كيني اللي هو اللاعب البريطاني راح يلعب اليوم ولكن ما راح يرتدي شارة المثليين يعني بالكابتن برمز الكابتن ومانويل نويا حارس مرمى ألمانيا أيضا سوف لن يرتدي هذه الشارة كونها ممنوعة في قطر أصدقائي مونديال قطر هو أكبر حدث عالمي يحصل بأرض عربية بالتاريخ والمونديال يعتبر فرصة لتسليط الضوء علينا لتسليط الضوء على الشرق الأوساط وعلى العرب وعلى الثقافة العربية والإسلامية وهو فرصة أيضا لإظهار العرب بمنظر يليق بهم بعد سنين طويلة من الصورة اللي مررها هوليوود ومررتها هوليوود الأمريكية عن العرب كنا نعرف كيف يتم النظر إلى العرب بالأفلام الأمريكية وكيف يتم النظر إلى الصينين وإلى الروس وإلى الألمان وإلى الإيطاليين هناك صورة نمطية تم بثها بالأفلام الأمريكية فأصدقائي قطر صرفت مبالغ خيالية فوق المئتين مليار دولار على تنظيم المونديال ومن المتوقع أنه أرباحة يعني ما رح تتجاوز العشرة مليار دولار وهذا هو ليس شيء خاطئ بل هو شيء لإبراز قطر كمعلم سياحي وشيء من ممارسة القوة الناعمة بالمنطقة هناك انتقادات غربية تتعلق بالأمور اللي تكلمنا عليها ظروف العمال اللي جلبتهم قطر من آسيا ويعني ساعات عمل طويلة كانوا يعملون بها وحتى يقال بأنه بعضهم أو يعني هناك أنباء هي غير مؤكدة مئة بالمئة تقول أن بعضهم أو آلاف منهم توفيوا أثناء أعمار ملاعب كأس العالم قد تكون هذه الانتقادات صحيحة أو خاطئة ولكن من الانصاف النقول الآتي وهو أنهم لم يجبروا على القدوم إلى قطر لأجل العمل بل أتوا برغبتهم وأكيد إحنا متعاطفين ويهمنا وضع البشر وحقوقهم بكل العالم ولكن هل بالإمكان بناء هكذا عاصمة وهكذا ناطحات سحاب مع عمال لديهم تأمين صحي وتأمين تقاعدي وثلاثين يوم أورلاوب أو إجازة مثل ما هو الحال عليه بالدول الأوروبية وما أعرف كم يوم كرانكنشاين وإلى آخره أصلا حتى الباوشتلة مثلا بالدول الأوروبية أو أعمال البناء على الخطوط السريعة يعني بألمانيا مثلا نشوف الباوشتلة موجودة ولكن لا نرى العمال ونضطر إلى قطع الإزنحامات لأشهر عديدة حتى يتم إصلاح شيء بسيط بالشوارع بالناحية أخرى أصدقائي هل تكلم أحد بألمانيا وبأوروبا بصورة عامة عن السواق البريد اللي هما سواق الدهاءل وسواق الأمازون اللي أحيانا بعض التقارير تقول أنهم يتبولون بداخل سيارات العمل بقناني مياه لأنهم يعملون لأوقات طويلة ولا يوجد أماكن لكي يذهبون إليها لقضاء حاجاتهم هذه الأمور أيضا يعني يجب تسليط الضوء عليها ليس فقط تسليط الضوء على شيء يحصل بالدول العربية يجب يأما أن نكون حيادين وننتقد كل ظاهرة سيئة يأما أن نقرر يعني نقف مع مشاكل تحصل ببلدنا أيضا ليس فقط تحصل ببلد عربي هذا هو رأيي بكل بساطة من هذا الموضوع لم نسمع أحد دعا إلى مقاطعة دهاءل أو إلى يعني مقاطعة الشراء من أمازون بسبب ظروف العمال وتحديدا السواق وأسألوا أي شخص تعرفوا يعمل بهذه المهنة وسيروي لكم المتاعب الكبيرة التي يعينون منها بالنهاية أصدقائي كل شيء كبير يتم إنجازة يتطلب تفحيات وخير دليل القناة السويس اللي يفكر بها نابليون تغرق شقها عشر سنوات انتهت بـ 1869 أكثر من مليون مصري شارك بحفرها وحوالي 120 ألف مصري توفي بسبب جوع والعطش أثناء الحفر القناة طولها 198 كيلومتر وبدون هذه القناة لا يمكنك أن تتخيل البشرية بشكلها الحالي أو أوروبا والغرب بشكلهم الحالي بالنهاية مونديال قطر هو حدث عالمي حدث عربي كبير ولازم تستغل الدول العربية لتقوية وجودها عالميا وسياحيا ولازم الدول العربية ترجع لها هيبتها ووزنها ويكون موقفهم أقوى لأن المستقبل لهم خصوصا بعد الصراع الآن بين الشرق والغرب النفط والغاز بيد الدول العربية لازم ينتهي الوقت اللي يتدخل به دول إقليمية بشؤون الدول العربية عن طريق سرقة شعوبنا بأسماء الولاءات الدينية لازم يتحد العرب ويقيمون علاقتهم على أساس المصالح وليس يعني على أساس التباعية مثل ما يحصل ببعض الدول العربية للأسف الشديد لدينا كل مقومات القوة والمستقبل هذا كان رأيي بكل بساطة عن مونديال قطر وكيفية استغلاله بالشكل الصحيح ويعني سلبياته وإيجابياته أصدقائي موضوعنا الآخر هو بألمانيا هناك خبر صادم جدا وهو تقرير نشرته الرابطة الفدرالية للصناعات التقرير أفاد بأن ألمانيا الآن بنهاية 2022 شهدت أكبر انخفاض باستهلاك الكهرباء بتاريخها ولم تشهد هكذا انخفاض غير فقط ببداية عام 2020 ببداية الكورونا لما كان العمال جالسين بمنازلهم الشركات كانت شبه متوقفة ولا يوجد إنتاج بالمصانع الألمانية بسبب الخوف من العدوى ومن الوباء الذي كان جديد ومجهول الآن أصبح الوباء معلوم أضرار ليست مثل ما كنا نتوقعها ببداية 2020 الآن حسن انخفاض باستهلاك الكهرباء لأن حسب الرابطة الفدرالية للصناعة هو انخفاض التصنيع وانخفاض الانتاج بسبب تكاليف الكهرباء المرتفعة على الرغم من أنه نسبة الانخفاض باستهلاك الكهرباء هي 8% فهذا الرقم يشترك به السكان بحد معين والصناعات بشكل كبير جدا جدا استهلاك الغاز أيضا انخفض بألمانيا بنسبة 14% عن العام الماضي 2021 وهذا الأمر له سببين الأول جزء منه أنه الخريف كان دافئ واستهلاك التدفئة كان قليل والجزء الآخر هو التباطو الاقتصادي بسبب قلة الصناعة بسبب غلاء سعر الطاقة هذه البيانات التي نشرها موقع شبيغل الألماني يجب أن تأخذها الحكومة الألمانية بجدية كبيرة ولازم يتم إيجاد حل قبل فوات الأوان قبل أن تنفذ الأموال من خزينة الدولة بسبب المساعدات المالية العديدة والـ 200 مليار لأجل مكافحة تكاليف الطاقة والتضخم وإلى آخرها من دعم لأوكرانيا ومشاريع يعني تذهب أموال ألمانيا إلى دول أخرى سواء أزمة سكن أو الاقتصاد أو حتى الصناعة العسكرية يجب إنقاذهم قبل فوات الأوان الآن يعني من ناحية أخرى هناك تحدي آخر تواجهها ألمانيا أيضا يتعلق بالصراع الدائر بأوكرانيا وهو انخفاض حاد بمخزونات العتاد والذخيرة بالجيش الألماني بسبب إعطاء الكثير منه للأوكرانيا يعني هذه أمور عديدة تحتاج إلى أن تتحرك ألمانيا بشكل عاجل وإلا يعني قد يفوت الأوان هذا الأمر اللي هو انخفاض العتاد والذخيرة لا يقول أعداء ألمانيا ولا المعسكر الشرقي بل الجيش الألماني نفسه مفاوضة القوات المسلحة الألمانية اللي هي إيفا هوغل قالت إن الجيش الألماني يواجه نقص حاد بالذخيرة ونقص بالمعدات الشخصية الأساسية التي يحتاجها الجنود ما هي المعدات الشخصية يعني الخوذة الدرع الواقع للرصاص يعني ملابس الجندي وقالت إن الوحدات العسكرية الألمانية المتواجدة باليتوانية أثناء تدريباتهم ما كان عندهم سترات واقية ضد الرصاص لأنها بكل بساطة غير متوفرة من ناحية أخرى قالت إن عدد جنود الجيش الألماني قليل جدا والكثير من الوحدات تعمل بأعداد منخفضة أعداد 60% من الأعداد المفترضة وإذا استمر الوضع كما هو عليه ولم يحصل زيادة بعدد أفراد الجيش فيجب أن تحد ألمانيا من مشاركاتها الدولية وتركز على الدفاع الوطني طبعا أصدقائي موقع بيزنس إنسايدر نشر تقرير خطير بشهر أكتوبر مفادئ أنه الذخيرة الألمانية لدى الجيش الألماني تكفيه فقط ليومين من الحرب الآن المشكلة الأكبر هي الإنتاج يحتاج جيش ألماني إلى 20 مليار يورو عاجلة يعني هي مبلغ مالي لأجل شراء ذخيرة أو لأجل إنتاج ذخيرة لإعادة ملء المخزون ولكن الصناعة المحلية متعثرة بسبب أزمة الغاز والطاقة هذا الكلام أصدقائي خطير جدا يعني لازم أن يتحرك المسؤولين لازم يزيدون من إنتاج الطاقة النووية يعني الكهرباء النووية ويلجأون حتى إلى التكسير الهايدروليكي لاستخراج الغاز من تحت الأرض رغم أثر على البيئة ولكن للأسف هذه الأمور مستحيلة بوجود حماة البيئة وبوجود حزاب مثل يعني حزب الخضر الموضوع الآخر أصدقائي هناك كلام خطير ومهم جدا بخصوص حرب أوكرانيا ويعني كم قد تطول حرب أوكرانيا كما يبدو أنه اسلوب روسيا الآن هو الصبر الطويل والمراهنة على الزمن وعلى الشتاء الذي من المحتمل أنه سيكون صعب على الدول الأوروبية لأنه روسيا ضربت تقريبا أغلب محطات الكهرباء والماء والتدفئة بأوكرانيا وهي تراهن على موجة نزوح أوكرانية جديدة تثقل من كاهل الدول الأوروبية التي تعاني بالأصل من أزمة الطاقة وأمام هذا الصبر الطويل من الجانب الروسي الذي بدأ الحرب على أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي بمنتدى بكندا قال يوم أمس كلام يعطينا فكرة عن زمن هذه الحرب وعن تبعاتها علينا بالمستقبل أمتى تفرج؟ أمتى تنحل هذه الحرب؟ كلام لويد أوستن كان مهم جدا بهذا الصدد وقال أن نتيجة حرب أوكرانيا ستساعد في تحديد شكل الأمن العالمي ومستقبل هذا القرن وقال أيضا أن النظام الدولي القائم على القواعد سينهار كله إنفازة روسيا لذلك فوزهم يجب أن يتم استبعاده مهما كلف الثمن طبعا الإشارة إلى النظام القائم على القواعد هي إشارة إلى السيستم الموجود والوقت الحالي صندوق النقد الدولي مجلس الأمل وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والتحالفات الغربية والنظام الليبرالي العالمي بصورة عامة إذا نصدقائي نحن الآن أمام كلام من قلب المعسكر الغربي بأن حرب أوكرانيا حرب بين الشرق والغرب وهي تحدد مستقبل الغرب وهي بالنسبة لأمريكا هي حرب قد تكون وجودية تحدد مستقبل يعني كل البشرية بهذا القرن وهذا يعني أن الأمريكان والغرب سيستمرون بدعم الأوكران وستستمر هذه الحرب حتى انتصارهم على الروس الذين لديهم ميزة وهي أنه بإمكانهم الصبر الطويل لأن عندهم طاقة نفط وغاز بكميات يعني بالهبل كميات وفيرة وعندهم الغذاء من قمح وأسمد وعندهم شيء آخر يجعل خسارتهم تكون صعبة وهي السلاح النووي الذي من الممكن أن يستخدموه إن وصلت الأمور إلى الخسارة إذن أصدقائي هذه الحرب لا تشبه كل الحروب السابقة لأنها مدعومة من عالمين العالم الشرقي والعالم الغربي والآن دخلت بها التكنولوجيا والأقمار الصناعية وكلنا رأينا كيف أنه يعني روسيا قطعت النت عن الأوكران وفجأة إيلون ماسك حول الأقمار الصناعية ستارلينك فوق أوكرانية ومثلهم الإنترنية الآن الشيء الأخطر والذي بدون كان روسيا ربما قد تكون احتلت أوكرانية يعني ما عدا السلاح الغربي وهو طائرات لدرون التي غيرت مفاهيم الحرب بتقريبا 180 درجة هذه الطائرات استخدمتها روسيا بضرب مراكز البنى التحتية ويستخدمها الأوكران برصد تحركات الروس وضربهم ضربات دقيقة جدا الآن هناك تقارير عن وجود مدارس لتعليم احتراف استخدام الدرون وهذه المدارس موجودة بكييف ويشترك بها متدربين أعدادهم بالآلاف هذه الطائرات اللي نتكلم عنها تطير لمسافات بعيدة وقادرة على الرصد وأيضا قادرة على الهجوم وحمل قنابل يدوية نتكلم عن الطائرات الصغيرة الرخيصة في ثمن التي موجودة عند الكثيرين طبعا أصدقائي هذه الأمور تبين لنا أن أمد هذه الحروب سيطول أكثر مما ما نعتقده بالوقت الحالي الموضوع الآخر أصدقائي هناك مشكلة كبيرة تحصل بالعالم وبألمانيا والقناة الألمانية الأولى نشرت تقرير مفادئ أنه واحد من كل ستة أزواج يريدون الإنجاب يعانون من صعوبات بالإنجاب ويلجأون للعلاجات وعلاج العقم سواء عند الرجال أو عند النساء ويقول التقرير أنه في عام 2020 بألمانيا ولد حوالي 22 ألف طفل عن طريق التلقيح الإصطناعي ومنذ عام 1997 كانوا نالكة 363 ألف طفل يعني ولد عن طريق التلقيح المختبري عند الرجال المشكلة هي بجودة وعدد الحيوانات المنوية وحتى بحركتها ونشاطها وعند النساء المشاكل هي أما اضطرابات هرمونية أو تغييرات في قناة فالوب أو مشاكل بالرحم مثل مرض بطانة الرحم المهاجرة المنتشر بشكل كبير هذا يضعف الخصوبة عند النساء ويؤدي إلى تكيوسات في بطانة الرحم طبعا أصدقائي بنفس الوقت صحيفة الصن البريطانية نشرت دراسات تفيد بأن عدد الحيوانات المنوية عند الرجال بالعالم خلال السبعين عام الماضية إلى الآن انخفضت بمقدار النصف بالوقت الحالي عما كانت عليه قبل سبعين عام وقبل أن نتكلم عن أسباب هذا الأمر يجب الإشارة إلى بعض القوانين المعمول بها بألمانيا أصدقائي مثلا القانون بألمانيا يمنع أو يمنع تأجير الرحم لأجل الحمل يعني مثلا زوجين الرجل صحته سليمة والمرأة عندها عقم ببعض دول العالم مسموح أن يتم الحمل عند امرأة أخرى تأخذ أجر مالي لأجل أن تحمل طفل وتعطيه إلى الزوجين التي يعني المرأة تكون عندها مشكلة بالإنجاب بألمانيا هذا الأمر ممنوع والقانون يحاسب عليه ولكن مسموح شراء النطفة أو مثلا زوجين عند الزوج عقم مسموح أن يأخذ سائل منه ويتم حقنه يعني داخل الرحم بالمختبر أم بسوق الأحد طبعا أصدقائي لا يخفى عن الجميع أن أسباب ضعف الخصوبة والأمراض المتعلقة بهذه الأمور هي نمط حياة البشر نمط الحياة يعني بالعصر الحديث والجلوس الكثير بالمنزل قلة الحركة مثل يعني الإنسان بالماضي كان يتحرك كثير يزرع يتنقل لمسافات طويلة على قدميه الآن هذه الأمور يعني لا تحصل بوقت الحالي وعدد البشر كبير الآن 8 مليارات نسمة وأطعامهم يستوجب استخدام المبيدات الحشرية والمبيدات الكيميائية والأسمدة الكيميائية التي بدونها 70% من الزرع يتعرض للتلف كل هذه الأمور تؤثر علينا كبشر بالعصر الحديث ولذلك تجد أن كيلو الطماطم بألواني مثلا العادية ب3 يورو والبيو أي التي غير مستخدم بها مواد صناعية يكون سعرها 10 يورو الأمر ينطبق على كل الخضار وحتى اللحوم فنحن كبشر يجب أن نسأل نفسنا هل نأكل صحيح؟ هل نتحرك بشكل صحيح؟ عندها سنعرف أسباب مشاكلنا الصحية بهذا الموضوع سنة للنهاية أشارتكم استفادت وتحياتي لكم مع السلامة